موسيقى السلام عليكم طلبة صف الساد الصناعة اليوم ندخل في يونت سيكس وقطعة يونت سيكس عن التلوث ما هو التلوث وما هي أنواع أو أشكال التلوث وما هو تأثير التلوث على البيئة وكيف يمكن الحد من التلوث كل هذه التفاصيل رح نشرحها في محاضرة اليوم مثل ما تعودنا في كل قطعة استيعابية توجد كلمات مهمة علينا أن نعرف معناها حتى نفهم السؤال ونعرف شلون نجاوب عليه الكلمات المهمة في هذه القطعة هي ultimation وليس pollution waste waste reduce recycle Recycle Industrial Industrial Affected Affected Global Warming Global Warming Damping Damping Degrade Quality 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 Impose Impose Restrictions Restrictions Ice cores Ice cores Groundwater Groundwater Responsibility Responsibility Obligation 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 تمرين 6.4 Answer the following questions أجب عن الأسئلة التالية Number one What are some types or forms of pollution ما هي أنواع أو أشكال التلوث هذه مرة تجي types أنواع التلوث ومرة تجي forms أشكال التلوث هو نفس السؤال فيكون الجواب some types أو some forms حسب ما ما أعطى بالسؤال of pollution بعض أنواع أو أشكال التلوث or هذا كله ناخذ من السؤال اختارت الكلمات اللي يكون إملاءها سهل على الطالب اللي هي Water pollution تلوث المياه traffic pollution تلوث المروري air pollution تلوث الهواء et cetera إلى آخره Number two How can you reduce pollution in your country كيف تستطيع أن تقلل أو تخفض من التلوث في بلدك We can reduce pollution in our country by stopping بواسطة التوقف dumping القاء of industrial waste النفايات الصناعية into waterways بالمجار المائية and public places وبالأماكن العامة and also buy وبواسطة أيضا publishing of awareness campaigns بواسطة نشر حملات التوعية Number three What are some things which you recycle ما هي بعض الأشياء اللي تستطيع أن تدورها أو تعيد تصنيعها فكتبنا بلاستيك اللي هو بلاستيك نفسه metal المعدن glass الزجاج and paper والورق Are some things which we recycle هي بعض من الأشياء اللي نستطيع أن ندورها Number four What do you think of people who smoke cigarettes indoors ما رأيك بالأشخاص الذين يدخنون السكائر داخل المنزل I think they are hurting themselves and others أعتقد أنهم يؤذون أنفسهم والآخرين Number five Do you think global warming is real هل تعتقدون أن الاحتباس الحراري حقيقي Yes we do نعم نعتقد ذلك هذا جدا مهم السؤال نشوف نماذج من الأسئلة الوزارية النموذج الأول الدور الأول 2017 2018 What are some things ما هي بعض الأشياء which you recycle اللي تقدر تعيد تدويرها فجواب plastic metal المعدن paper الورق النموذج الآخر الدور الأول 2015 2016 mentioned two forms of pollution عدد شكليا من التلوث هذه كلمة forms مرات تجي ومرات تجي types فكتبنا water pollution and air pollution تلوث الماء وتلوث الهواء لأنه طالب اثنين نفس السنة التمهيدي 2015 2016 What are some types of pollution ما هي بعض أنواع التلوث فكتب لي types أنواع فنكتب water pollution air pollution traffic pollution تلوث الماء والهواء والتلوث المروري تمرين 6.5 state whether the following statements are true or false حدد ما إذا كانت العبارات التالية أو الجمل التالية صحيحة أم خطأ number one pollution is caused by industrial waste التلوث يحدث بسبب النفايات الصناعية true طبعا صح number two water pollution تلوث المياه is dangerous to life هو خطر على الحياة طبعا الجواب true صح number three factory workers يعني عموال المصانع should reduce industrial waste يجب أن يقللوا من النفايات الصناعية طبعا true صح number four industrial pollution تلوث الصناعي hurts only human life يؤذي فقط حياة الإنسان لا مو فقط حياة الإنسان حياة الإنسان والنبات والحيوان وجميع الكائنات الحية فإذا الجواب يكون false number five global environment البيئة العالمية is affected تتأثر by factory waste بنفايات المصانع طبعا الجواب يكون true صح هذا نموذى السؤال الوزاري التمهيد 2020 2021 water pollution تلوث المياه is not لاحظوا كلمة not ليس is not dangerous to life ليس خطرا على الحياة true or false صح أو خطأ طبعا الجواب رح يكون false تمرين 6.7 أجب عن الأسئلة التالية أجب عن الأسئلة التالية number one what are the causes of water pollution ما هي أسباب تلوث المياه the causes of water pollution أسباب تلوث المياه are here dumping dumping القاء القاء of industrial waste النفايات الصناعية into waterways بالمجاري المائي number two does industrial pollution هل التلوث الصناعي have a negative impact له تأثير سلبي on human lives على حياة البشر and health وصحتهم and how وكيف yes it does هذا الشطر الأول من الجواب it can degrade air quality ممكن أن يقلل أو يحط من جودة الهواء damage buildings ويدمر المباني and generally degrade quality of life وتحط أيضا من جودة الحياة بشكل عام and kill animals and plants ويقتل الحيوانات والنباتات وأكو جواب أقصر ووافي اللي هو yes it does نعم هو كذلك هذا جواب الشطر الأول اللي يقول هل التلوث الصناعي له تأثير سلبي على حياة وصحة البشر فنقول yes it does الجواب الثاني اللي يخص how كيف نقول it can degrade the quality of life يمكن أن يحط من جودة الحياة number 3 do nations impose هل الدول تفرض restrictions قيود to reduce pollution للتقليل من التلوث فالجواب يكون yes they do نعم إنها كذلك هذا نموذ السؤال الوزاري التمهيد 2020 2021 جاي على شكل اختيارات nations الدول impose restrictions تفرض قيود to إلى reduce يعني تخفيض أو تقليل لو increase زيادة pollution التلوث طبعا لتقليل التلوث فالاختيار يكون reduce تمرين 6.8 use the underlined words استخدم الكلمات التي تحتها خط any new meaningful sentences في جمل ذات معنى جديد هذه كلمات وضعنا تحتها خط في القطعة ويطلب أن نضعها في جمل معينة غير الجمل الموجودة بالكتاب الكلمة الأولى ground water المياه الجوفية فوضعناها بجملة number one we can benefit from the ground water نقدر أن نحصل فائدة من المياه الجوفية الكلمة الثانية environmental problems يعني المشاكل البيئية فوضعناها أيضا بجملة اللي هي number two the environmental problems المشاكل البيئية can cause many diseases ممكن أن نسبب أمراض كثيرة الكلمة الثالثة ice cores قوالب الجليد فوضعناها بجملة we can see بإمكاننا أن نرى ice cores قوالب الجليد in the north pole بالقطب الشمالي ecosystems الأنظمة البيئية ecosystems include تضمن plants النباتات animals الحيوانات and other organisms والكائنات الحية الأخرى quality of life جودة الحياة the quality of life جودة الحياة is a degree هي درجة to which an individual اللي يكون بها الفرد is health بصحة comfortable ومرتاح and able to enjoy life events ويكون قادر على التمتع بأحداث الحياة الكلمة ما قبل الأخيرة obligation التزام we will get a healthy environment سوف نحصل على بيئة صحية if we have obligation لو كان لدينا التزام to clean our places بتنظيف أماكننا الكلمة الأخيرة responsibility المسؤولية our responsibility مسؤوليتنا is to protect the environment هو أن نحمل بيئة